أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له إلى ارتفاع قيمة صادرات مصرية إلى أدربيجان لتسجل 34.7 مليون دولار خلال عام 2023 ذلك مقابل 2.9 مليون دولار خلال عام 2022 وأكد الإحصاء أن قيمة الواردات المصرية من أدربيجان بلغت 328.1 من 10 ألف دولار خلال عام 2023 مقابل 507 ألف دولار خلال عام 2022 وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأدربيجان ليصل إلى 362.8 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغ 3.41 مليون دولار خلال عام 2022 بحثت مصر وروسيا إنشاء مركز للحبوب الروسية في مصر جاء ذلك خلال عدد من اللقاءات التي عقدها وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع المسؤولين بدولة روسيا للتحادية وكبريات الشركات الروسية المهتمة بالسوق المصري ذلك عن همشي مشاركته بفعاليات الدورة السابعة والعشرين لمنتدى سان بيترزبرغ الاقتصادية الدولية أكدت الحكومة أن مصر تحتل المركز الأول في الاستزراع السماكية على مستوى قارة أفريقيا والسادس عالميا في هذا المجال كما أنها تحتل مرتبة متقدمة في إنتاج أسماك البلطي وقال وزير الزراعة السيد القصير أن هناك عددا كبيرا من المشروعات القومية العملاقة في مجال ثروة السماكية أطلقها رئيس عبد الفتاح السيسي والتي بدورها حققت طفرة كبيرة في الإنتاج جاء ذلك خلال اللقاء عقده وزير الزراعة مع وزير الموارد المائية والمصايد بدولة جامبيا موسى درامي لبحث صبري تعزيز تعاون المشترك بين الجانبين في مجال الاستزراع السماكي في أسواق البترولة العالمية تراجعت أسعار النفطة لتسجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي في وقت يوازن فيه المستثمرون بين تطمينات من أوبيك بلوس وأحدث بيانات عن الوظائف الأمريكية التي تؤثر على التوقعات بأن مجلس الاحتياطي للتحدي سيخفض أسعار الفائدة قريبا وانخفضت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة تقدر بـ 31.100% إلى 79.62$ للبرميل كما انخفضت العقود الأجلة لخام غربي تاكساسا الوسيط الأمريكي 3.100% لتصل إلى 75.53$ وارتفعت كذلك أسعار المزوط عالميا بنسبة 5.100% لتصل إلى 2.35$ للتر وارتفعت أسعار الغازي الطبعية بنسبة 3.44% لتسجل 2.92$ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ارتفع الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.10% في شهر مايو على أساس شهري وبنحو 4% على أساس سنويا ليسجل 68.5 مليار دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق هذا ويوثل الاحتياطي الأجنبي ما نسبة 75% من إجمالي الدين العام لقطر ويلبي الاحتياجات التمولية من الوردات السلعية لما يزيد عن 25 شهر أعلنت تركيا فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40% على واردات السيارات من الصين وذكرت تركيا أن الحد الأدنى للرسوم الإضافية تم تحديدها عند 7000$ لكل مركبة اعتبارا من السابع من شهر يوليو ألقاري وفي عام 2023 فرضت تركيا رسوما إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين وأدخلت بعض اللوائح المتعلقة بصيانة وخدمات السيارات الكهربائية رأت رئيسة المصرف المركزي الأوربية كريستين لاجايد أن الطريق مازال طويلا أمام المؤسسة المالية لضبط التضخم وأضفت رئيسة المصرف المركزي الأوربي أن التضخم تباطأ بشكل كبير مراجحة أن يبلغ الهدف المحدد له عند 2% بحلول العام المقبل وكان المصرف المركزي بدء الخميس خفض معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ شهر سبتمبر من عام 2019